دينا حاجة غريبة بتحصل تحس إن هي متكررة عندها حاجات بتتكرر وكأنه ما حادش بياخد باله أو ما حادش مركز أو ما حادش عايز يعرف أو ياخد باله زي الحوادث بنا يا رب يحفظ الجميع تلاقي الحوادث بيروح فيه أرواح كتيرة جدا مصابين مرميين في المستشفات في النهاية بتلاقي نفس السبب قولك إيه خطأ بشري ما هو اللي بيسوق أكيد اللي راكب ده ملوش زنب يعني اللي قاعد في الأوتوبيس ده أو قاعد في العربية ده أكيد نسبة كبيرة هو ملوش زنب فكرة في اللي قاعد على الديركسيون واللي سايق ما هو إما هو مدي سرعة غير عادية وتخيل نفسه إنه هو ما حصلش في السواقة فبالتالي يحصل اللي يحصل أو قاعد بيشات على التليفون هو سايق مش هنجزب بيتكلم ومندمج جدا سرح يعني أقصد في النهاية بتتقال جملة خطأ بشري بنا يحفظك ويحفظك يا رب لكن أنت بتتكلم في الحادثة بتاعت برسعيد 12 اتوفوا ربنا يا ربي يرحمهم ويصبر أهليهم ويربط على قلبهم يا رب وفي عشرين العشرين دول مصابين ربنا يا ربي يشفيهم ويشفي كل مهارد لفت نظري بقى في الموضوع ده إيه؟ لفت نظري أنه برسعيد طلعت المحافظة وصلت لمرحلة النقل بتهيب محافظة بتهيب وبتتمنى وبترجو السادة قائدي السيارات النقل تحديدا التقيل الالتزام بالتعليمات وعدم السير على طريق برسعيد المطرية تبقى للتحذيرات واللوحات الإرشادية الموجودة بالطرق وإنه إلا يخلي في التعليمات دي حيتم مسألته قانونية زي ما أنت تبقى مش مساعد دائري مساعد فجأة تلاقي توك توك جنبك وإنت سرعتك ما ينفعش توك توك يبقى موجود فجأة وإنت مش في أي طريق لوعد جاي بالعكس في الشك بيحصل ده جماعة مش هنجزب على بعض لكن هل العقوبة بتبقى واضحة بالنسبة للناس خلينا نرحب بالأستاذ وسام إسماعيل المحامي بالنقض أستاذ وسام مساء الخير فان ساء الخير يا أستاذ عزيز أستاذ وسام العقوبة القانونية للناس اللي بتمشي نقل تقيل أنت تبعت طبعا حضرتك الحادثة بتاعت بورسايد أي فان وأكيد حوادث كتيرة شفتها ونفس الخطأ البشري العقوبة أي فان اللي مش بيلتزم بالتعليمات العقوبات هنا قانون العقوبات وقانون المرور وضع عقوبات ووضع محاذير للمخالفة إن كانت في قانون المرور أخفش بقى قانون المرور قانون خاص فبتميل أكتر إلى المخالفة إلا في بعض الحالات بيصير عكس بالتجاج اللي فيها خفش بيصل لمدة عام لما بيلتزمش بقواعد المرور ده بيتطبع عليه قانون المرور بس قانون المرور ودي في الغالب بتبقى مخالفات بتتراوح من مبلغ مالية مختلفة وزي ما قلت الحضرات القانون المرور قانون خاص يعني مخالفة ومخالفة المرور أي أو خاص بتنظيم قواعد المرور اللي احنا بنقول عليها المخالفات اللي بروح ندفعها المخالفات المرورية تمام قانون العقوبات اختلف تماما ووضع الضوابط والعقوبات المشددة والمشددة أيوة لتنظيم الأخطاء البشرية وفرق بين نوعين من الأخطاء خطأ يؤدي إلى موت أو وفاة 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 وخطأ تاني يؤدي إلى الجرح أو الإصابة أي نتيجة الرؤونة وعدم الاحتراز أو نتيجة تعاطي المخدرات نتيجة السكر أي النتائج آه صحيح أي ووصل كمان قانون العقوبات في هذه الحالات إلى وضع عقوبات مشددة تشديدها طبعا بالنسبة للحالات الوفاة تصل العقوبة في حالة التشديد إلى عشر سنين نعم بس هنا بيشترق القانون وجود الظروف المشددة زي نقولت حضرتك السكر المخدرات أي والنقول هنا المقصود بعدم المساعدة نعم يكون في إيد الشخص للسكر الكريمة آه مساعدة أنه ينقذ حد أو المصاب أي ينقذ حد آه فهرب من مطلح الجريمة دون مصور في الحالة دي بيكون المرجود هنا العقوبة وتشديدها وتصل فيها إلى مدة عشر سنين طيب أما في حالة الإصابة مع نفس الظروف المشددة أي اللي هي النقول أو المخدرات أو السكر أو ما شغل ذلك أي بتصل العقوبة فيهم إلى خمس سنوات طيب لكن الإصابة العادية والإصابة للجرح العادي أو الجذاء العادي آه ده بيكون المدة فيه بتتروح من سنة آه وغرامة أو أحد العقوبة طيب آه إحنا بنتكلم في حوادث آه آه أستاذ وسام آه نتيجة الحدثة كارثية تتكلم فيه أعداد بيوت كتيرة حزينة والعزمة ليها وبتتكلم في مستشفيات أيضا تشايف الردع اللي ممكن يحصل علشان الحوادث دي يخف النوع ده منه فكرة عدم الالتزام بتعلمات المرور القانون هنا حضرتك وضع آه ردع للعقوبة للشخص المخالف وفرق برضه بين إذا كان ده شخص فرد وإذا كانه ثلاثة زي مولتا حضرتك نعم إذا كان أكتر من ثلاثة بتتشدد العقوبة بتوصل لعشر سنوات آه يعني ما عتقدش أنه هي عقوبة أكتر من عقوبة سلبة الحرية آه يضحى قانون العقوبات بس ديك شايف كمية الحوادث كتير الخطأ أو الإصابة الخطأ لأنه برضو أش مهمة ساعتك يعني ما بنذكر في القانون ده بنقول خطأ سواء قتل خطأ أو إصابة خطأ بنقولش إنها متعملة نعم بس كتير الأخطاء البشرية فن هي كتير الأخطاء البشرية بس ده نتيجة ثقافة بعض يمكن السائقين أو بعض القائمين على نعم خطوط السير نعم يعني فيها خطأ كبير نعم لكن القانون في حالة تطبيقه في هذه الحالات طبعا بيكون مشدد ده بيجي بعد ما تتم بقى المعاينات اللي بتتم من قبل مأمورة ضبط القضاء اللي هم أبحثت الداخلية نعم ومن قبل المعاينات نيابة العامة وتحقيات نيابة العامة يعني نتمنى نجد الخطأ بشكل القانون نتنتبه لهذا الكم الكبير لأنه أرواح بتروح بشكر حضرتك وسيد وسام إسماعيل محامي بالنقطة